اهلا بكم في عادة الجلدى وتجميل معاكم الدكتورة اي هنبدأ النهاردة كلام بمناسبة اننا فصل الشتاء ولان جفاف الجلدى واكتر المشاكل اللي بتقابل ناس كتير خاصة اصحاب البشرة الجفة في الفيديو ده هنتكلم عن اربع نقاط اساسية اول حاجة خصائص البشرة الجفة ثاني حاجة هنتكلم عن اسباب البشرة الجفة ثالث حاجة عن طرق بسيطة للعناية بالبشرة الجفة رابع حاجة افضل المرتبات اليومية للبشرة الجفة سواء مرتبات مستوردة او مرتبات محلية وسعرها كويس قبل ما نبدأ في الشرح ياريت تعملوا لي لايك للفيديو دوت ولو لسه مشتكتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعالوا الجرس عشان يصلكوا كل فيديو جديد بنزله هتكلم اول حاجة عن خصائص البشرة الجفة هي بتكون بشرة مشدودة واوقات بهدى وخش واحيانا بتظهر فيها اشور خفيفة وحرقين ثاني حاجة مسام البشرة الجفة بتكون ديئة جدا ثالث حاجة على طول حاسين بحكة شديدة وحمرار وسرعة تهيج البشرة عند تعرضها لبعض العناصر زي اشعة الشمس او الدخين او الاغبرة رابع حاجة هي اكتر انواع البشرات تعرضها من ظهور التجعيد بانواعها وبتظهر بدري خمس حاجة انه ممكن يزيد الجفاف في بعض المناطق زي الادين والكعبين وكعين هتكلم بقى عن الجزء التاني هي اسباب البشرة الجفة ايه ممكن تكون البشرة الجفة دي منذ الولادة وبتحصل بسبب خصائص جينية مكتسبة من الوالدين يعني الوالد او الوالدة عندهم بشرة جفة فبالتالي حد من عيالهم عنده بشرة جفة او كلهم بعض الاحيان بتكون الاصابة مكتسبة لعدة اسباب منها حدوث المشاكل في الجسم زي الاصابة بخلل في افرازات الغضة الدرقية او الغضة الدهنية الافرط في استخدام المية السخنة عند الاستحمام او غسيل البشرة استخدام انواع من الشامبو او الصابون وغسيل اللي بيحتوي على مواد كيميائية ممكن انها تعمل جفاف للبشرة استخدام الميكوب من الانواع الرضيئة بكميات كبيرة او المستحضرات اللي بتحتوي عليك حل قلة شرب المية وبالتالي نقصان كميات المية في الجسم واصابة البشرة بالجفاف عدم تناول الغذاء الصحي اللي بيزود البشرة والعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الرجيم او سوء التغذية تغيير في وصول السنة وخصوصا فصل الشتة كتير من علاج حب الشباب بيحول البشرة اللي جفة خصوصا كمان لما تكون اقراص مشتقات فيتامين الف تالت حاجة هنتكلم عن طرق بسيطة لعناية بالبشرة الجفة بس عشان نبقى عارفين النصيح دي للبشرة في العموم اي مشكلة هتظهر او اي حاجة هتبقى محتاجة الكشف طبعا عشان نبقى على نور السر في البشرة الجفة عشان ما تعانيش من المشاكل المعتادة بتاعتها الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب الامانة النهاية الترتيب دوت بيكون داخلي وخارجي طبعا والاتنين مش هينفعوا من غير بعض الترتيب الداخلي انها نشرب مية كويس جدا مش اقل من 8 كبات مية في اليوم وناكل خضور وفاكها كويس طب الترتيب الخارجي انحنا نستخدم كريم كويس للترتيب عشان نحافظ على مستوى كافي من الزيوت بجلدك عشان كمان تجيب تأثير كويس لازم يكون على بشرة مبللة يعني لما نجي نستخدمه نستخدمه الافضل يكون بعض الوضوء وما تنشفيش جامد بالفوطة تحاول البشرة تكون من الدية شوية ومن 3-4 مرات في اليوم على حسب حالة البشرة وهقول اسماء كريمات مرطبة سواء مستوردة وسعرها عالي او محلية صناعة مصرية واسعارها معقولة عشان ينسب الجميع في نهاية الفيديو ان شاء الله النقطة اللي بعد كده اني تستخدمي الصابون المرطب وسفينجة نعمة للاستحمام بدل من الليفة وهتحط المرطبات على الجسم مباشرة بعد الاستحمام طب ايه هي الصابون اللي ممكن استخدمها هي ممكن صابونة جليسرين طب وبنسبة للمرطب اللي ممكن احطه على جسمي ممكن فزلين طبي تجنبي استخدام الماء الساخن في السيلي الوجه لازم اني تستخدمي الماء فترة بلاش الماء الساخن عشان ما تشيش كل الزيوت اللي موجودة على وشك حفظي دايما على استخدام واقي شمس قبل الخروج حتى في فصل الشتاء من الشرط نبقى في فصل الصيف والدنيا شمس عشان احط واقي شمس لا احط واقي شمس عشان يحميني من الشمس وفي نفس الوقت ما يعرضش بشرتي للجفاف ممكن ان احنا نستخدم مواد طبيعية في الترتيب زي زبطة الشاية والعصر الابيض وعصير الخيار والزبادي هيتكلم بقى رابع حاجة عن افضل المرطبات اليومية للبشرة دي كريمات المستوردة او البراند وبيكون اسعارها عالية شوية اول حاجة افن كولد كريم ده كريم مرطب قوي البشرة الجفة غاني جدا بالمرطبات والدهون وبيعمل على تكوين طبقة حمية للجلد وبيستخدم مرة الصبح ومرة بالليل كل يوم فيه كريم اتوديرم كريم ده كريم مرطب للوجه وللجسم لجميع الاعمار وبرضو كريم رائع لترتيب البشرة واستعادة النظارة والحيوية للبشرة وبيستعمل مرة او مرتين في اليوم بالنسبة بالكريمات المحلية واسعارها معقولة زي بنسينول كريم او فينو كريم او ريفي تو ولو اصحاب البشرة الجفة كان مصحوب عندهم باحمرار وحكة في الجلد فساعتها ممكن ان احنا نستخدم كريم موضعي فيه كورتزون زي الهايدرو كورت كريم وطبعا ده كورتزون خفيف او ضعيف وطبعا عشان ما يقزيش البشرة زي هايدرو كورت كريم كمضاد للالتهاب وبيستخدم مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 5 ديام وبكده نكون خلصنا الحلقة عن البشرة الجفة واسبابها وطرق العناية بيها وكريمات المرطبة وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير لي ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ولو حبي نتكلم عن موضوع معين بخصوص امراض الجلدية والتجميل ياريت تصبولي في التعليقات ولوليكم اي سؤال برضو سبولي في التعليقات وشكرا